موسيقى مرحبا بكم حلقة جديدة من السلطة الرابعة نجيب فيها عن السؤال الذي نجيب عنه كل يوم كيف تناولت الصحافة المواضيع والقضايا ذات العلاقة بالشأن اليمني البداية بأبرز العناوين موسيقى في القدس العربي وفد أوروبي يزور صنعاء لترتيب الوضع المستقبلي مع الإنقلابيين الحوثيين تحت لافتة العمل الإنساني في صحيفة الرياض قوات التحالف تنقل الفريق الطبي لمنظمة البلسم الدولية إلى اليمن في يمن مونيتور جماعة الحوثي تتوعد المعلمين بسحب الدرجات الوظيفية وإحلال آخرين وفي العاصمة أولاين تهديدات إيران لأمن اليمن والمنطقة تتصدر أعمال القمة العربية في السعودية موسيقى أهلا بكم البداية من صحيفة القدس العربي التي قالت إن وفداً أوروبياً رفيع المستوى وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء وصل هذا الوفد لبحث ترتيبات الحل السياسي للأزمة اليمنية ووقف الحرب في اليمن وفق رؤية أوروبية يحدث هذا بالتنسيق والتعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفث قال مصدر دبلوماسي للقدس العربي إن الوفد الأوروبي وصل هذه المرة بشكل علني إلى العاصمة صنعاء ذلك بعد أن كانت الوفود الأوروبية تزور اليمن مراراً بشكل سري وتضمن هذا الوفد أعضاء في البرلمان الأوروبي ومسؤولين حقوقيين أضاف هذا المصدر الدبلوماسي أن الوفد الأوروبي يزور اليمن حالياً تحت اللافتة الإنسانية لمناقشة الحلول السياسية للأزمة اليمنية وطرح مبادرة سياسية أوروبية لوقف الحرب في اليمن بعد عقده اجتماعات ولقاءات وورش عمل في أوروبا مع مسؤولين وشخصيات يمنية بشكل غير معلن خلال الشهور الماضية كانت القدس العربي كشفت قبل نحو شهرين عن وجود تحرك أوروبي تضمن قيام مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي وسياسيين وحقوقيين بزيارة العديد من المناطق اليمنية بشكل سري قاموا بعمليات تحقيق واسعة قاموا بلقاءات مع العديد من السياسيين مع العديد من الشخصيات القيادية الميدانية في مختلف الأطراف اليمنية قاموا بذلك لماذا للوصول إلى رؤية واضحة حول الخطوط العريضة للمبادرة الأوروبية لحل الأزمة اليمنية وذكرت مصادر سياسية يمنية أن العديد من التحركات الأوروبية في الأزمة اليمنية كشفت عن وجود دعم سياسي عن وجود تعاطف خفي مع الجانب الإنقلابي على حساب الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد الرب منصور هادي هذا التعاطف قادم من ألمانيا من هولندا التي تشكل واجهة أوروبية لدعم النشاط الإنقلابي الحثي في اليمن هكذا تقول الصحيفة كان الأمين العام للأمم المتحدة جوتيرس قال في مقابلة متلفزة يجب أن نجد حلا سياسيا في اليمن على أن يضمن المخاوف الأمنية للسعودية وأن لا يكون هناك تدخل في مستقبل اليمن وأن يشمل الحل نزع سلاح القوى غير القانونية لا سيما أسلحة الحثيين الثقيلة صحيفة الرياض السعودية قالت إن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قامت بنقل الفريق الطبي لمنظمة البلسم الدولية إلى مدينة المكلة بمحافظة حضرموت اليمنية وذلك لتسهيل الأهداف الإنسانية للمنظمة تتمثل هذه الأهداف في علاج المصابين بأمراض القلب في اليمن إلى جانب إجراء عدد من جراحات القلب والقسطرة وتوفير الاحتياجات الطبية اللازمة لهذا الغرض يأتي ذلك تقول الصحيفة ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة لقوات التحالف العربي في اليمن لتخفيف المعاناة التي تسببت بها الميليشيات الإنقلابية التي تدعم من إيران للتخفيف عن المعاناة التي جاءت نتيجة تدمير البنى التحتية للعديد من المنشآت الصحية في اليمن قال الرئيس التنفيذي لمنظمة البلسم الدولية الدكتور عماد بن عبد الله في تصريح له إنه نظرا لما يتمتع به فريق منظمة البلسم الطبي من خبرة عالية في مجال أمراض وجراحات القلب فقد تواصل معنا المسؤولون في وزارة الصحة اليمنية ومركز نبض الحياة بمدينة المكلة مبدين حاجتهم لحضور كادر طبي مؤهل إلى داخل اليمن لمعاينة ومعالجة عدد كبير من مرضى القلب أضاف قائلا بالتواصل مع قوات التحالف العربي بقيادة المملكة وجدنا التفاعل السريع في تقديم الدعم اللوجستي لفريقنا الطبي لنقله إلى داخل اليمن موضحا أن الفريق يهدف خلال هذه الزيارة إلى علاج 300 مريض تتفاوت حالاتهم بين عمليات قلب مفتوح وقسطرة في صحيفة سبق الإلكترونية قال رئيس منظمة سلام بلا حدود محمد العرب إن اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين تعرضوا لصنوف مختلفة من الانتهاكات الجسيمة التي مرستها الميليشيات منذ سيطرتها على مدينة سعدة إلا أن هذه الجرائم كانت أكثر وحشية عقب اجتياح العاصمة صنعاء في الحد والعشرين من سبتمبر 2014 قال الرجل إن الجريمة الكبرى التي تمارسها الميليشيات الحوثية هي عمليات التغيير الديمغرافي من خلال التهجير القسري للمختلفين معها فكريا من خلال طردهم من مساكنهم بعد تفجير المئات منها هذه الممارسات تندرج ضمن جرائم الحرب وتابع الرجل قائلا لا تكتفي الميليشيات بتهجير المخالفين لها بل تعمل على سلب اليمنيين حقهم في الاعتقاد من خلال فرض فكرها المتطرف في المدارس والجامعات والمنصات الثقافية بقوة السلاح تجاوزا للمواثيق والمبادئ الدولية وعلى رأسها ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قال إن الحرب التي أشعلت ميليشيات الحوثي فتيلها تسببت في نزوح أكثر من مليوني مواطن يمني وفقا لإحصائيات أممية هذا العدد الهائل من المشردين يفتقرون لأبسط الحقوق هم بحاجة إلى العودة لمنازلهم بحاجة للحصول على حقوقهم وتؤكد منظمة سلام بلا حدود الدولية أن اليمنيين يتطلعون إلى أن تتوقف الحرب إلى أن يحل السلام إلى أن تعود الأوضاع في اليمن إلى ما قبل الحادي والعشرين من سبتمبر 2014 وهذا ما يجعلهم يطالبون بإلزام المتحاربين في اليمن بتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة بالوضع في اليمن رغبتهم في توقف الحرب تجعلهم يطالبون بالعمل على تحقيق العدالة ومعاقبة المتسبب في هذه الحرب والمتكسب من ورائها والممارس للانتهاكات ضد المدنيين جماعة الحوثي تتوعد المعلمين بسحب الدرجات الوظيفية وإحلال آخرين بهذا العنوان تناول يمن مونيتور تقريرا قال فيه إن جماعة الحوثي المسلحة هددت الكادر التربوي الذي يعمل في قطاع التعليم هددته بالفصل النهائي للمتغيبين عن مهنة التدريس وإحلال معلمين غير هؤلاء عبر الخدمة المدنية قال عدد من المدرسين ليمن مونيتور إن الجبايات التي فرضت على الطلاب لا يصل للمدرسين منها سوى الفتات لا تصل سوى المبالغ الصغيرة التي لا تذكر المبالغ الكبيرة يقول هؤلاء يتم أخذها من قبل المشرفين ومدراء المدارس المنتمين إلى جماعة الحوثي قالوا تم إهانة المدرس بهذه المبالغ التي لا تصل إلى خمسة ألاف أسبوعيا تمثلت هذه الإهانة في عدم احترام المدرس في المدرسة وتعالي الطالب عليه لأنه يدرس بأمواله مضيفين تم إبلاغنا بأنه سيتم إنزال درجاتنا الوظيفية من الخدمة المدنية إن تغيبنا قال مراسل يمن مونيتور إنه يوما بعد يوم يتدهور مستوى التعليم الأساسي والثانوي في مدارس أمانة العاصمة جراء إضراب مئات المعلمين عن التدريس واستقدام مئات المتطوعين للتدريس بدلا منهم وهؤلاء ليسوا قادرين على تأدية الرسالة التعليمية ومراعاة وضع الطلاب ذوي المستويات الضعيفة وهو الأمر الذي أثر على سير العملية التعليمية في المدارس وجعل التعليم يعيش حالة موت سريري وفقا للموقع فقد اضطر مئات المعلمين والمعلمات للإضراب منذ بدء العام الدراسي الجاري احتجاجا على توقف مرتباتهم موقع العاصمة أونلاين سلت الضوء على أعمال القمة العربية السعودية قائلا تصدرت قضية تهديدات إيران لأمن اليمن والإقليم كلمات القادة العرب خلال انطلاق أعمال القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين بالظهران في المملكة العربية السعودية ركزت الجلسة الافتتاحية للقمة على إدانة القادة العرب لاستهداف المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية من قبل ميليشيات الحوثي في اليمن نددت باستمرار دعم إيران لهذه الميليشيات دعت إيران إلى وقف تقديم هذا الدعم وبناء علاقات حسن جوار مع الدول المجاورة في البداية أكد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي خلال كلمته في القمة العربية على أن عاصفة الحزم انطلقت كتعبير عن إرادة عربية أصيلة لمواجهة الأطماع التوسعية الإيرانية ومشروعها الطائفي التخريبي مشيرا إلى أن المشروع الإيراني يهدف إلى زعزعة استقرار كيان الدول العربية بدعم ميليشيات مسلحة واللعب على تغذية التوترات المذهبية للتسلل عبر ذلك إلى فرض مشروعها من جانب آخر رحب الملك سلمان بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الذي أدان بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي الصواريخ الباليستية على المدن السعودية مشددا في الوقت ذاته على دعم الحل السياسي في اليمن وفق المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن من جانبه قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن ميليشيات الحوثي التي تدعم من إيران باتت خطرا على اليمن وتشكل مصدرا لعدم الاستقرار في اليمن وتهدد المنطقة ودول الجوار موضحا أن سياسة إيران ركزت على الاستفادة من هجاشة الوضع اليمني لإضرام الحرب الطائفية مؤكدا أن التداخلات الإيرانية في الشأن العربي استفحلت بلغت حدا غير مسبوق من الاجتراء شدد الرجل على ضرورة توحد أو توحيد الموقف العربي لإدانة التخريب والتدمير والعدوان الإيراني على المنطقة ومن أجل استعادة الاستقرار لليمن بعد سنوات من الاحتراب والفوضى نهاية جولتنا لهذا اليوم السلطة الرابعة وعادمتم في أمان الله اشتركوا في القناة